أهلا وسهلا مرحبا شكرا على الاستفاف ومرحبا بكيفة المستمعين مبروك عليكم انتخاباتكم إذن والآن واضحة لمغور لكلكم تخدموا مرتاحين على أنتذية قد يقعد المنضاة متاعكم؟ المنضاة تقعد لمدة خمسة سنوات انتخاب مجلس مركزي من المؤتمر اللي وقع مؤخرا في تبارقة يمكن للأسف فأنا غدرت المكتب التنفيفي لكن بقيت في المجلس المركزي مهم مانتوكا لكن اللي باهي الآن سيانيس هو أنه لازمنا نخذره مع بعضنا القدام أحنا قدش من مرة سألناك على الوضع العام وصفت الوضع العام في أكثر من مرة في علاقة بالزيت الزيتون في علاقة بالأجزار المثمرة الماء وغير وغير اثنية منين توا سيانيس بعض النقاط اللي تهم المستقبل شنو اللي المفروض يصير خرجت أرقام النمو الفلاحة التالية والفلاحة تقريبا من المفروض تكون هي قاطرة هي الآن من العوائق عندها برشة مشاكل في نقاط سريعة ومع ذهب نحنه على البحارة في نقاط سريعة منين نبدأه أنا هي الثانية الصحيحة نحنا كنا وافحين في العديد من المناسبات وفي العديد من اللقاءات وفي عديد من تحركاتنا كالتحات تنسي في لحس البحري اللي أنه يلزم اليوم أول شيء نعتمده ونعتبره اللي أنه القاطرة داخل البلاد هو القطاع الفلاحي واللي أنه المنقذ الوحيد لاقتصاد البلاد بالأخص في الأزمات المتكررة هذه بالأخص في العشرية الأخيرة هو القطاع الفلاحي نوقعت كل السلطة التنفيذية ايش بدون الفلاح حطوها قدامكم على الطاولة كسكتور قاطرة للاقتصاد أكيد وإذا يحبوا ينقذوا البلاد وإذا يحبوا نمشيوا في الطريق الصحيح وهذا يقل لي المسناه في عديد خطابات رئيس الجمهورية لكن نمن المسه في تنفيذ الاستراتيجيات داخل الحكومة وداخل الوزارات المعنية وعدم مد اليد إلى المنظمة الوطنية الأكبر تنفيذ من أجل نقاف البلاد أعطيني نقاط سريعة كيفاش راهك خارط طريق خارط طريق اليوم وهذا يحملوا شعار المؤتمر متاعنا السيادة الغفائية في فيل تغيرات مناخية زوز محاول رئيسية ما ونحكو على سيادة وطنية ما تتحققش بدون تحقيق سيادة غفائية يجب أن نكونوا مأمنين بالنقطة هذه اليوم سيادة غفائية يجب أن تتوفر كل العوامل تتوفر لرف تتوفر التعب المائية والموارد المائية تتوفر المال قوام الأعمال اليوم تمويل غايب في القطاع الفلاحي لا يتعدى 6% في البنك الفلاحي وتتوفر الإرادة للإنتاج تتوفر خارطة فلاحية جديدة شنو اللي ننتجوه طو وشنو اللي ما ننتجوهوش تتوفر أسواق للبيع وتتوفر عزيمة للفلاحيين من خلال وقوف الحكومة إلى جنبها تتوفر خارطة كاملة جديدة أكيد اليوم اليوم فلاحاتنا يجب أن تلطلق بمستقبل وعد عندها أهداف يجبني بالنسبة لي أنا فما ميكانيزم ما نجحتش به نغير كل شيء وإلا نغير على الأقل جزء الأكبر عنا تشخيص للوفا وعنا شنون ينجح وعنا شنون ما ننجحش فما إمكانية أن التشخيص هذا والانطلاق يتعمل مغير ما يتجع التونسي خاطر اليوم الأسعار جنونية اليوم الأضحية قاعدين نشوفوا أنه الأسوان متنجمة تكون ما بين 700 و 120 واضح أنه فما مشاكل في الحبوب للعام الجاي فما إمكانية الإصلاح ما غير ما التونسي تجع برشا في الموسم القادمة فما إمكانية الإصلاح ما غير ما يتجع التونسي وبالعكس مش يفرح في غوفون عام عامين 3 سنين أنا نأكد هولي كانت تتوفر لإرادة لتطبيق الاستراتيجيات اليوم الماء وتغيرة المناخية ملف مهم اليوم ملف كلفة الانتاج ملف مهم اللي للأسف بقام سكر وفي رفوف الوزارة ووزارة التجارة زي دا ما تحبش تسمعنا فيه هات نحكيه على كلفة الانتاج ونحكيه تورق تقليص كلفة الانتاج اليوم عنا عديد الأرافي اللي تمجم تنتج انتاجية 3 و 4 مرات اللي ننتجوه نحنا واعطينا الآليات وقلنا يانا نستعمله فيه 20% فقط من بفور ممتازة تصورك نجينا نستعمله 60 و 70% بفور ممتازة قلنا اليوم ياهو مواسم ما تتحضرش ومفهمة مستلزمات ميهاش موجودة بالرغم اللي تونس قادرة على تحفير المستلزمات هدية وما فيماش قلنا التمويل غايب تأمين غايب اليوم إيفا ما فيماش فكر واضح للقطاع وإيفا ميناش مش ننفره للستراتيجية اللي قدمتها لتحاد تونس اللي في لحصة البحري منذ 2017 يانا ميناش مش ننفره لكن سمح لي سانيس وبسرعة وشوة آخر نحكيو على الصيد البحري ونحكيو على المزوط الصيدة ما نحكيوش عنهم برشرة نحن نعطيهم عاشرة دقائق على الأقل وتحية ليهم وينما كانوا اليوم كيفاش تدخل للفلاح إذا كان الأرض صعيب وإذا كان الماء ما فيماش إذا كان التمويل صعيب وإذا كان الأعلاف مثلا نحب أن نعمل ماشا الأعلاف غليت دو سامبل أو دوبل ساعات وتقريبا 40 إلى 60% زيادة اليوم إذا كان الفلاح يصرف على البقرة ويصرف على الغنم وشو ما اللي يصرفوا عليه إيش بشو نقوله للشباب معينوش بشي يجيك لهالسكتور الصعيبة داي أنا قلت لك فم كلمة مفتاح هي هي خارطة فلاحية خارطة فلاحية كي تتغير نعرف روحي شنوة ننطش وش حاشتي وفين نحب نمشي اليوم قطاعات حساسة أساسية لحم حمراء لحم بيف منظومة الأعلاف علش منظومة الأعلاف ما سكوت عليه علش عنا الديمونو بول اليومين هاذا قاعدين هما اللي يخدموا في القطاعات هدية والفلاح متبرر في جرتهم اليوم علش أرافي دولية مهملة قلنا أعطوها لصغار الفلاحين وفروا لمإمكانيات وفروا لمشاهدة خمشتعة يوم أغير ماء وما غير فلوس شي يعمل بيغم يا نيس الماء بالنسبة لأننا نحن يوم موجود موجود الماء أما فماش استراتيجية اللي تعبئته إذا أنا تصب عندي وما يدخلوا منها للسدود كان نصف مليار ياهو أشكالية كبيرة يعني استراتيجية غير وافحة نحن استبشرنا خير مؤخلا لأنه رجعت كتاب الدولة المياه إيه لكن قوي الفتيس هات الحلول هات نشوفه القديم هات عنا قطاعات تعاني تو يقولوننا شباه الغلة معناها غالية وكل شي إيه لكن ياهو اليوم الفلاح اللي عنده أربع كتارات غلة يخدم في كتار بركة وتلف الأخرين سيبهم على خطر فورسي ما فما سانباكت لبري فورسي ما هو السعر بشكون أغلى على خطر فما ندرة الآن بيه في كلمتين الموسم الجاي خضرة غلال لحم بيضاء بيض لحم حمراء الموسم شنو ريحتو كيفاش جو الموسم الجاي إيه بقينا على نفس التمشي الحالي موسم سعيب سعي وربما يكون كير فيه إيه غيرنا تو تو وبيدينا تو نحضره ونرسمه في استراتيجية فالشهرين تلافه هدومة ونستغلوا حتى مياه معناها أمطار الخير اللي يصبط ونبدو نحضره في ملفات واضحة ونحينوا الخارطة الفلاحية ونعرفوا شنزرع ومشنزرعوش والمواطن بيش حاشتوا مواد أساسية وبيش ما حاشتوش نعرفوا لأنه نمشيوا للزراعات متاع القمح والقمح السقوي ونمشيوا للمردودية والإنتاجية وتنفيف الحزمة الفنية وغير فيلك يمجم يكون عنا موسم أقل صعوبة من موسم الحالي شكو نفليم هذا تقول فيه رئيس الجمهورية من المفروض يعاية لوزر الفلاحة رئيس الحكومة يعلن عن انتلاق استراتيجية لانفلاحها نحن طالبنا في العديد المناسبات بتأسيس مجلس قومي للأمن الغفائي يترأسوا رئيس الجمهورية بيدو وتكون فيه كل الأطراف المدخلة وتكون فيه اجتماعات دورية ويكون فيه نفس طويل وتكون فيه إجراءات فورية وإجراءات استفنائية للقطاع اليوم باش ننقضوا بلادنا يزبنا ننقضوا فلاحاتنا شبههم البحارة؟ البحارة اليوم فالف يوم فيه وقفات احتجاجية في عديد من الموانئ التونسية اليوم البحارة أول شي عندهم تردي في الموانئ وفي البنية التحتية عندهم خدمات مهمش قاعدين يتمتعوا بها بل يقسونها من التمتع بها في مخصص التنفيذ الاتفاقية متع الفيامينس المراقبة عبر الأقمار الصناعية واللي نحن نقوله ديما يشوبها عديد الشوائب هالاتفاقية هدية اليوم ناس عملت هالأقمار معناها المراقبة عبر الأقمار الصناعية باش تدفع فاتورة متع تلف مية واربعمية دينار في العام قاعد روح تدفع في خمس ملايين في العام علي 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 نحن بدينا لطوع عنا عامين ونحن نسهل عامين ونحن نسهل قالوا فما فما أنتريتيان هدوما اللي موجودين على المراكب الأنتريتيان هذية مش ياخد تلف مية دينار معناها في العام شاكو اللي يقالوا السلطة؟ سلطة؟ قالت لكم تعملوا أونتريتيان؟ لا قالتنا يلزمكم تتعاملوا في الكنترات اللي تعمل مع الشركة يلزم أونتريتيان سنوي يلزم سيانة تكون بثلاثمائة أربعمائة خمسمائة دينار جات العاملي من بعده ولت مليون وثماني مية جات العاملي من بعده ولت تلف ملايين ستناه ولت خمس ملايين اي 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 فهمتك اي في قديش خمسة منين هذه المارج متاعك متاع عام كامل خمسة منين ساعات اللي صغار البحارة مارج كامل زيد اليوم زيد اليوم فما قرارات ارتجالية انا نعتبرهم وهي تنحاية المحروقات منحة المحروقات وتقليصها الى النصف طبعا تقليص الى النصف منحة المحروقات من من كلفة متاع حود توصل للسبعين بالمئة محروقات اليوم معناها كلفة الانتاج مش ترتفع عشرين وثلافين بالمئة اليوم احكمت على البحار اللي كان ياخو في اربعة ترانت باش يمجم يمول الاسبوع متاعه ولكل يكيه في البحر ولا ياخو في زوزو ترانت ولا ترناتا ونصف معناها مش يخدم نهارين ويرتاح خمسة ايه معناها كلفة انتاج مش تزيد ومن بعد تحاسبونا وتقولونا اش بيه الحوت غالي اش بيه الحوت احنا خلطين عليه الحوت احنا نسخة البيش لهنها فم نقطة مهمة وملف كبير ياسر اللي هو ملف مسالك التوزيع اللي نحن على الاقل لعنا عشرة سنين نحكيه عليه داخل المنظمة وداخل اللجان المشتركة ولكن لحد الان ما فيماش حل لحاجة اسمها مسالك التوزيع ما فيماش حل للوبيات الاحتكار للوبيات اللي قاعدة تخدم على هو مش ربح تتحقق في سويعات بمية بالمية وميتين بالمية اليوم اذا نحكيه على جبتنا قبيليك على علوش العيد وكل شي انا نقول لك ياو الكلفة زادت بحكم الاحتكار اليوم اشكارة سداري اللي يلزم اتوصل للفلاح ب12500 قاعدة توصله وتو بخمسين دينار الشعير المداعى مش موجود ما يغتيش 30 بالمية من حاجات الفلاحة ارجعني البحارة يا شامانة فيه المزوت المزوت نحنا اليوم من بمبرا دي نطالبه سيد وزير الفلاحة بالتحرك المستعجل استقبال ممفلين منظمة بالحديف حول المنظومة هدية منظومة البحر ومنظومة المزوت ومنحة الوقود لانه ياو اليوم البحار كله مديونية هي كيفاش منظمة منحة الوقود هي منحة الوقود يتمتع بها حسب لزون فما زون الشمال تتمتع بنسبة وزون الوسط بنسبة يقول لك مش نفس معناها مش نفس ومش نفس حتى هو مش الربح وشو نوعية الحوت اللي قاعدة مستدوفة مش اللي تربحه في المناني يتربحه في السردين باهي باهي بنفهم هذي اليوم إذا انت جي تقلصلي للنصف من منحة المحروقات ومن الكميات اللي يتزمها مش بشنوه هذي تتم التقليص معلها مرسومة شنوه هو قرار من لدون وزارة الفلاحة هكا هذي اللي بلغنا وهذي اللي بلغ الفلاحتنا فمتني وليه قرار من لدون وزارة الفلاحة بالتقليص بالنصف ياهو اليوم يعني مش تخلي الفلاح اللي قاعد يعيش في عديد العوامل تغييرت منخيط افرع المحرقة ياخي انا فهم حاجة ما نفهم هيش سيانيس بريمان شي ده وخفا ياخي كي نخدم وعندي انا مصروف وعندي مارج والمارجة ذي كعندي اخر العام نحسبها ونحسبها حتى بالشهر هيكي انت جي تعطيني حاجة اللي هي على غاية من الاهمية في كل فت الانتاج اللي هو المزوت وتقول لي نقسم هالك على اثنين ولي انت تاخذ على عادقك مثلا خمسين بالمئة ايهو يغير كل شي يغير كل شي يغير كل شي يغير العرف في المنتوجات يغير توفر المنتوجات يغير اليوم حتى الاسعار يغير حتى قدرة الفلاح باش يمجم يعيش عائلته باش يمجم يحقق هامش الربح مش كما نستاد تورناتا كما نستاد خمسمائة كيلو انا عندي بحارة معايا في الفلوكا وفي الدنيا وراهم عائلات ولهنا دي ما يوحيننا هدايا الى فبت كلفة الانتاج وفبت هوامش الربح واللي للأسف وزار التجارة ما زالت اليوم ما تحبش تقعد عليه على نفس الطاولة ما نسمعه كان بالتسعيرات وتسقيف الاسعار من اجل قفة المواطن نحن مع المواطن نبيسوا نحن مع المواطن لكن تسقيف الاسعار ما هو لازم يقرح سابه على كلفة الانتاج اخي انا مثلا كيف باش ندخل حوطة كيف باش نستاد حوطة يلزمني مثلا نصرف دينار وميتين صحا دينار وميتين ما بين محروقات وما بين الخدامة وما بين وما بين وما بين أداءات وما بين دينار وميتين اي اخي باشي انا باش نبيحها ببا 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 بسعمائة فرانك اللي نحوطة موسينا رما باش نبيحها نحن نحن لسنوات الفلاح هو مقام صندوق التعويف ميجيش ويحبوه يبقى هكا ميجيش على باب وعلى هذك نحن عنا تو سنويا بين 2 و 3 بالمئة من الممارسين النشاط قاعدين يغادروا في القطاع ميجيش ردينا وعظوا مكتب تنفيفي مكلف بالفلاحين الشبان وعملنا جامعة وطنية لفلاحة الشباب لكن صغير البحار الصغير والبالانسي يربحوا زوز فلوس هذو ما يعيشوا مليح ولا ما يعيشوش مليح انا نقول لك يعيشوا قد قد دابك دابك لغتنا الفلاحة قد قد بار كونتر انت اليوم تمشي لأسواق الجملة تلقى الكيلو سردين يتباع بل فين وخمسمائة اخرج على البلاسة للتفصيل تلقاه يتباع بستة الاف وسبعة الاف ايه ايه سمحني هذا يملفي همك انت كدولة اه وينه وين المسالك التوزيع وينه ما حكينا على مسالك التوزيع ورقمنتها ورقمنتها ويا 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 لكن ما في الماشي يخي كعبة تسردينة كي تخرج من سوق الجملة وتمشي لل يخي معناها المرج هذي المرج هذي المرج هذي من الالفين للستة اعطيني اعطيني هالا الاربعاليف هذا منين جاوا نقل منين الاربعاليف هو فما مارج محددته في الاصل وزارة تجارة 20 و 25% اللي يتعدى لكن الرقابة لكن ذراعك يعلف فوضى فوضى هي فوضى اللي نحب أنا نختم به اللي أنه اليوم نداء عاجل للسيد رئيس الجمهورية لاستقبال ممثلين منظمة للدفاع على قطاعاتهم ونداء عاجل اللي أنه يجب أن نوقف اليوم بجلب شريحة كبيرة من الفلاحين مزارع الحبوب اللي العام عجرودة ناس عندها ديون مهاش مش تحصد سليانة والكيف جفاف مية بالمية والعباد هذه تستنى يوقف بجنبها وتستنى في الحكومة يوقف بجنبها ومن أموال صندوق الجواح الطبيعية اللي هو يقطع تعمل عند الفلاحة والبحارة من فلوسهم الفلاحة تعبي والبحارة تعبي وصندوق الجواحي نجي يكون فرصة للتعويض في علاقة بالجفاف الأخير وما تغيركمش الأمطار الأخيرة بتبعت الحال ذولي التونس يذكي في هذا حال سعيد للجميع سيانيس حال سعيد وربي يقدر الخير على تونس وربي بقي ستر على تونس يجب أن نبرش عقل يجب أن نبرش كومباس النسل كل مبعضنا